موسيقى عرفت الحياة في الماضي ببساطتها واعتماد الأجداد على المواد الأولية التي تؤمن لهم معيشة كريمة وهذه البساطة أخذت منهم كثيرا من الجهد والتعب فلم تكن لقمة العيش سهلة آنذاك موسيقى مهن الأجداد متعددة وكانت المصدر لعيشهم سابقا ومهنة الغوص في البحر بحثا عن اللؤلؤ وصيد الأسماك إحدى هذه المهن التي تتطلب منهم عددا كبيرا وجهدا شاقا فالغوص من أجل استخراج اللؤلؤ كان مصدرا لدخل الدولة وتعد هذه التجارة عصب الحياة في الماضي فرحلات الغوص من أصعب المهام التي تستمر طويلا لتصل إلى أربعة أشهر أو أكثر موسيقى أما مهنة صيد الأسماك فهي المهنة الثانية بعد مهنة الغوص إذ كانت هذه المهنة مصدرا مهما للعيش سابقا فقد كانوا يستخدمون القرغور باعتباره مصيدة تدخلها الأسماك عبر فتحة دائرية على أحد الجوانب تكون على شكل مخروطي تضيق عند النهاية لمنع هروب الأسماك إلى الخارج وتتعدد وسائل صيد الأسماك على حسب حجم السمكة ونوعها وبالرغم من تطور وسائل صيد الأسماك تظل تلك الوسيلة التي ابتكرها الأجداد على بساطتها أكثر دقة وتمكنا فهي نتاج علاقة متينة نشأت على امتداد خط الساحل غاصت في عمقه لتجني خيراته ولنساء دور أيضا في ممارسة المهن التي تناسبهن كصناعة التلي وهي حرفة قديمة مارستها المرأة في الإمارات قديما وتعرف هذه الحرفة باسم تلي بوادل وتلي بتول والتلي شريط مزركش وملوّن بالأبيض والأحمر مع خيوط فضية ويصنع التلي باستخدام الكاجوجة تعددت المهن والحرف القديمة وكانت جميعها تهدف إلى تأمين المعيشة والحياة الكريمة بما هو موجود في البيئة المحيطة ولأهمية هذه الحرف تم الاحتفاظ بالقطع المستخدمة فيها وببعض الأدوات في متاحف متعددة في الدولة لكي يبقى التراث محافظا عليه وتبقى شاهدا للأجيال القادمة إذن مشاهد الكرام مازلنا في برنامج حديث المساء تعد الشخصيات المميزة في المنطقة الشرقية نموذجا مشرفا ويقتدى بهم أو يقتدي بهم الكثيرين ممن هم حولهم وشخصيتنا البارزة اليوم تميزت في مجالات التقنية والهنتسة ولم تغفل عن الفن وخشبة المسرح إضافة إلى التطوع والكثير الكثير والحديث أكثر يتعدني بأن أرحب اليوم بضيفنا عبدالله علي الشالوبي حياك الله معنا في برنامج حديث المساء الله يحييك ويمقيش الحمد لله بخير عبدالله من سنين ما شفتك كنت طالب بالجامعة صحيح ما شاء الله تخرجت ومبروك التخرج لك عبدالله الله يبارك فيك يا رب إن شاء الله شوفك إن شاء الله في وظيفة مرموقة بإذن الله ونتحقق فيها أمانيك يا رب بإذن الله بعد ما نفيد المجتمع الآن من بعد هالأسابيع في التخرج كيف اندفاع عبدالله والله الحمد لله يعني كانت سنوات قاسية ووايد في احتفالات ووايد فيها ضغط من ناحية الشغل اللي كنا نسوي في الجامعة وخارج الجامعة ومرت الظروف وكورونا وتعرفي وغيرها لكن الحمد لله بعد ما خلصت الحمد لله فتحت لي الدنيا الحمد لله تمنى لك التوفيق إن شاء الله وتكون في الوظيفة المناسبة بإذن الله إذن عبدالله نتكلم الآن يعني ذكرنا نحن المنطقة الشرقية فيها مواهب فيها طاقات وعبدالله الشالوبي من الطاقات الحقيقة يعني لأنا مريت ربما معاه في عدة فترات من حياته فترة لما كان في الشورة فترة لما كان طالب في المدرسة أو الثانوية ولما كان بالجامعة والآن خريج جامعي كل هذه القفزات أكيد لعبدالله يعني أثر على عبدالله هو أكيد فيه أثر لهذه القفزات وهذه الأشياء لأنه خاصة السخص يكون عنده طموح بلمت معين أو وقت معين هذا أكيد بيسوي له برود تقريبا في حياته لكن إذا واحد يسعى أنه يشوف وائد أشياء في حياته أنه يكثر من الأشياء اللي عنده أنه يخدم وطنه أنه يوصل لمراحل عليا أكيد ما يكون لسك في هذا الشيء صحيح فهذه أكثر الأمور اللي احنا صادفناها خاصة من الشباب اللي حولنا لأنه احنا قراب من بعض وتقديرت تقولي أنه من هذه الأشياء يعني شفتها الشوال ففرابعي خاصة اللي قراب مني كل واحد ما شاء الله عليه اللي بيفكر يلف كتاب اللي إن شاء الله راح يتخرج يكون ضابط وغيره من المهندسين أحنا أكثرية اللي ويانا أحنا تقريبا في القروه أكثرية المهندسين تخرج فهذه وايد نقطة صراحة أنا تسعدني أنا خاصة تسعد اللي حولي واللي أهلي وهذا ينفع أنه نقدر نقول أنه احنا مالنا مالنا أي طريقة أو أي شيء نقول عندنا أنه ما في مستحيل نعم دائما صقف طموحات الخاصة في الشباب في الإمارات الحقيقة ممتد دائما نرى الشاب الإماراتي مثابر يحاول كثر ما يقدر أنه يتعلم لأنه أصبحت الحياة الآن فيها منافسة أكثر فيها قطاعات فيها أشخاص داخلين في هذا المجال لذلك يجب أن يثبت نفسه في هذا السباق السريع صحيح خاصة لما احنا قبل كم سنة كنا نتكلم عن تخصص معين اللي هو مثلا الميكانيكا الهندسة الميكانيكية هذا التخصص احنا شفنا أنه نتشعب منه وصار منه وايد مور صار مثلا الهندسة الكهربائية الميكانيكية وبعدها طلعت الذكاء الاصطناعي وبعدها طلعت علوم الفضاء وغيرها فهذا تطور احنا اللي قاعد يستيه عندنا في البلاد وتطور اللي قاعد يستيه في العالم احنا قد ما نقدر من نسابقه فهذا تحدي كبير لشريحة جديدة من الشباب وإن شاء الله يكونوا نقدها إن شاء الله هذا التحدي حسب اعتقادي يحتاج إلى التعليم المستمر لون التعليم المستمر ما اعتقدنا ربما راح تكمل كل هذه الفرق من الشباب في التحديات وصحيح كرامش خاصة لما الشخص يكون حاب أن يتعلم زيادة لازم يشوف أنه وصل لأقصى الابل دائما تكتشفون علم يديد ودايما راح تلاحظين أشياء جديدة وصورات يديدة ومعارف يديدة وكتب يديدة راح تنزل فالعلم ما يوقف وإحنا يارسين ومستمرين إن شاء الله إن شاء الله إذن عبدالله الشالوبي نعم مرحلة الأسئلة تفضل نحن مهدنا شوي معاك لكن بنتكلم يعني عن وجود عبدالله الشالوبي الآن ذكرت أنت مع الدعم ذكرت مع أن الأسرة وكثير أن الشخصي مر بقفزات بمحطات في حياته لكن نبدأ مع شورى أطفال الشارقة اليوم لما نشوف نحن شورى أطفال الشارقة شورى الناشئة شورى الشباب كل هذه المنصات هي تقدم للشاب وللطفل وللناشئ كل ما هو مفيد الآن عند عبدالله كل هذا الأثر كيف نصب ولو نشرح في البداية معنى شورى شباب الشارقة أو شورى أطفال الشارقة هي نسخة مصغرة من المجلس الاجتشاري والمجلس الوطني لكن الفرق أن هذه مخصصة للأطفال وقضايا الأطفال ورسائل الأطفال أو الشباب اللي ما رأيت عليه لاحقا فنقدر نقول أن القضايا اللي تخص الأطفال ما رح يلاحظها مثلا شخص كبير خاصة أن تكون الرسالة بين طفل وطفل أو بين طفل ومسؤول فأكيد بالتأكيد أنه لما الشخص يروح يوص الرسالة أو لما الطفل يوص الرسالة أو يصيقها توصية ويكون هو قائد ملم ويكون عرف اللي حوله والبيئة اللي حوله من القضايا والمشاكل اللي راح تستوي أكيد هذا راح يأثر فيه مستقبلا مثل ما أنا صار لي من شورى أطفال الشارقة إلى الناشئة وانا على هذا المسار وخاصة مثلا يوم صارت حلقات الشباب وصار حبل التواصل وللحين أنا أتوقع أنه ما فيه بيننا وبين أي مثلا مدير أو مسؤول أي حدود لأنه صار فيه تواصل مباشر فهذه نعمة كبيرة احنا بالنسبة للمارة الشارقة أن احنا يكون عندنا شورى أو مجلس شورى خاصة للأطفال والشباب وتكملة إلى الاستشارة والوطني نعم إذن كل هذه المجالس كل هذه الخدمات المقدمة للطفل والشاب والناشئ هي مهمة لكن بنظرك أخوي عبدالله أهميتها في إعداد شباب المستقبل في البداية أنا أقول يعني في آية تقول وشاوروهم بالأمر بثاني أنا إذا أبغى أبني لمستقبل ما أروح أبغي أبني من المستقبل من الأفكار الدرجة عندي بنفس العمارة ممكن يكون هم عندهم تصور لشيء معين مثل ما ذكرنا بالتعليم كنا نتكلم عن الهندسة الميكانيكية كمبدئي لكن لو نشوف هذا الشيء بعد عشرين سنة بنلاحظ أكثر عن تخصص طلع لنا فبالتالي لو أحنا نبغي نبني شيء أو نسوي شيء لازم نشاور اللي تحتنا واللي أكبر عننا واللي أصغر عننا عشان نلم كل شيء والرعي كل الظروف وكل الفيات العمرية ومنها أحنا رح ننتج وخاصة أننا أحنا الشباب اللي يمسكون ما بيكونوا الكبار بيكونوا الصغار اللي كبرناهم بنفسنا نعم فهذه إذن من كل هذه النقلات نذهب إلى المسرح الوالد علي شالو بالحقيقة له التحية له التقدير على النماذج الحقيقة اللي رأيتها أنا في أبناء من جميع أبناء ما شاء الله عليهم كل حد متميز بصفة معينة أخو خالد الأخت أفتحية كذلك الغير اللي ربما نحن ناس تنهم لكن الله يبارك فيهم يا رب وشوفكم إن شاء الله في أعلى الدرجات وشوفكم في وفق طموحاتكم وحلامكم لكن نعود للمسرح المسرح أنا آخر لقاء كان لي مع الوالد سألته قلت له قلت له استاذ علي من أقرب عيالك لك في المسرح قال لي من الأولاد شفت عبد الله فالمسرح بالنسبة لك علي الله في المسرح عبد الله أفضل المسرح 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 كم أذكر عن المسرح طبعا أنا عندي وائد مقولات ومنها أقتبست من الشيخ سلطان ومثل المسرح أبو الفنون يعني أنا إذا تعلمت المسرحة وإذا دخلت مجال المسرحة أنا ما بتعلم فن واحد في وائد مجالات منها على سبيل المثال لغة الجسد منها على سبيل المثال طريقة التحدث تلوين الجمل عندك الإلقاء عندك الحديث عندك آداب الحديث وتسجيد الممثلة نفسه من شخصيات أخرى وعندك حتى لو نشوف الأشياء الجانبية اللي هو ديكور وإضاءة وموسيقى وغيره فالمسرح هو شيء عظيم وفعلا هو أبو الفنون فأنا لو أشوف المسرح يعني أحنا دنيتنا بكبرها مسرحية مثال عندك الصغير لما يبغي يقوم مثلا للمدرسة وما يبغي تلاحظين أنه يسوي وايد حركاته ووايد أمور ويسوي لك أفضل تمثيلية ويقمس أفضل دور بس عشان مثلا أنه يبتعد أو يسوي شيء ما يبغي فالمسرح شيء عظيم وأنا أشكر الشيخ سلطان وصاحب السمو الشيخ سلطان على نعمة المسرح ووصولها إلى الدول البعيدة مثلا أنا لما رحت مهرجان المسرح العربي في المغرب اكتشفت أنه رعية المهرجان وكبرى ورعية الشيخ سلطان فهذا شيء عظيم نعم كبير الحمد لله بأن الحقيقة بوصلة المسرح تغيرت حاليا أصبحت الشارقة هي البوصلة وهي الاتجاه للمسرح العربي وجمعت الفن الحقيقة في أرض الشارقة لكن اليوم عندما نتكلم عن المسرح ذكرت بأن المسرح مهم جدا وأبو الفنون لكن اليوم لما نرى طاقات شبابية واعدة في بجال المسرح بنظرك هل هم سفراء حقيقيين للمسرح وأهمية المسرح بأن يكون بالفعل يعني عاكس للثقافة المحلية هو لو احنا بنشوف من ناحية أنه سفير أكيد كل شخص لنا يكون سفير أول شيء لنفسه ولبيته وللمنطقة اللي حوله فإذا احنا قلنا إذا هو الشخص يبغي يسوي مسرحية لازم أنه يركز في وائد أمور ووائد أشياء ويتعلم الأساس من الموضوع فعلى سبيل المثال أنا ما بديت على طول ألفت مثلا أنا واخرجت مسرحية ومثلت لا أنا تعلمت أنا في البداية كنت كونبارس ولو أذكر يعني في طفولتي لما كنت يعني في المراحل ما قبل المدرسة أنا كنت يعني في دوري أكبر دور أنا خطت أني أنا أكون من المصلين فيعني الواحد لما يكون سفير للمسرح لازم يتعلمه ويحترمه ويقدسه فإذا احنا شفنا أن ناس تبغي تدخل المسرح كهواية بسيطة أنه يتقمسون دور وغيره ويوقف فقط هذا ما يكون مسرح هذا سكتش يعني هذا مثل مشهد بسيط أما المسرح لا كبير فيه تفرع وفيه تطور هذا الحلو فيه فأتوقع أن هذه الوجهة النظر اللي عندي تفكر ترجع الآن بعد التخرج شوي للمسرح ولا راح تظل في مجال التقنية والتيكولوجيا والهندسة والله أنا في البداية يعني لما كنت في المسرح كنت أحب أروحها خاصة لأنه كان هواية لي أني أنا سير المسرح وأقضي هواية من هواياتي فيه لكن يعني أنا تفرعت في وائد أمور منها في الشورى مثلا في تيدكس عندك في الهندسة وغيرها من التقنيات والأشياء الحديثة اللي فتحت لي آفاق ثانية وعوانم ثانية فممكن أرجع له لكن بشيء بسيط مو بمثل الطاقة الأولية كتنفيس كتنفيس يعني خاصة يعني أنا في مرحلة الجامعة لو ما سويت أي مسرحية أو أي سكتش بسيط خاصة حق اليوم المطني أو أي فعالية حق أم الشهيد وغيرها بالنسبة لي أنا بيكون يعني الضغط بيكون كيف سنة كاملة مرت بدون ما أنا سوي ولا شيء بسيط ماشاء الله فممكن فيه لكن مش بالطاقة الأولية وهي بالنهاية هواية وأنا مركز في السلك الهندسي أفضل يعني بالنسبة لي لأني ويد بدأت فيه الحمد لله الحمد لله نعود إلى الهندسة نعود إلى التقنية اليوم عندما نشوف الدعم الكبير لدولة الإمارات لمجال الهندسة مجال الذكاء الاصطناعي الثورة الصناعية الرابعة والتكلوجية الرابعة كل هذه المفاهيم أصبحت الآن الحقيقة راسقة في ذهون أبنائنا وذهون الشباب أصبحت كذلك التخصصات الأكاديمية والأبناء والطلاب يتجهون إلى هذه التخصصات اليوم نتخريج في هذا المجال وكيف نحن ممكن يعني نجعل هذا المجال مجال حيوي يساهم في تقدم الدولة الحمد لله دولتنا لم يقصر فوال مجال مجال الهندسة بالذات لأن حرفيا أنا كل مرحلة أمرها في حياتي الجامعية لازم أنا أشوف فيه تطور رهيب من ناحية الهندسة خاصة لما تستوي عندنا مؤتمرات أو تستوي مثلا أشياء كبيرة إحنا عندنا في الدولة ومنها أنا مثلا في مساق من المساقات لما خطت مادة البيئة اكتشفت وتفاجعت أن أنا بنفس الوقت أخذ هذا المساق فيه مؤتمر بيصادف لهذا المساق والبروفيسور وما قصر خبرنا عن هذا الموضوع البروفيسور مفيد فإذا الشخص حاب أن يتطور من ناحية الهندسة ترى ما فيه شيء منعك خاصة يعني على سبيل المثال لما أنا كنت في الجامعة يعني فيه وائد أمر مرت عليه في الهندسة ما درسته في الكتب مثلا فيه مصابقات مثلا المصابقة الكهرباء مثلا السيارات الكهربائية الهجينة عندك أكبر طابعة ثلاثية الأبعاد في العالم عندك شهادة سيملس للصيانة وحل المشاكل في المصانع وغيرها وغير أنا تخصصي يعني فيه وائد أشياء في المصنعية يعني كإدارة مصنع كتشغيل سيستم كتشغيل وائد أمور فأنت إذا تشايف أن هذا الحد للهندسة لا هو وائد متشعب فإذا أنت تبغي تبدع فيه أو أنك تبغي تدمج فيه أمور أنا أنصحك أنك تقدر مثال أنا تخصصي هندسة ميكاترونيكس اللي هو ميكينيكل والإلكترونيات وكهرباء وتفاجأ بعدها أن أنا إذا بغيت أخذ تخصص هندسة ذكاء أصطناعي أحتاج بس خمس مساقات فإعني شف التقارف في الموضوع من ناحية الهندسة وإذا أنت تبدع مو بشرط أنت تكون حافظ كل المواد ممكن أنت مادة موادتين ثلاثة تترسخ عندك وتقدر تطور منها طبعا إذا تشتغلت روعة أو إذا تشتغلت في فريق هذا لا يمنع والدولة ما بتقصر معك بالنسبة للعمل في الفرق يعني في مجال التكولوجيا والابتكار كان لك كذلك يعني في مجال الروبوت أو الرجل الآلي أعتقد هو تخصصي أنا شامل تقريبا الروبوتات أنا طفولتي من البداية لما كنت يعني في هواياتي اللي هي التمثيل وبرمجت الحاسب الآلي والتعليف كان لي مثل سلك يتكلم عن الروبوتات كنت أنا بالبداية على أيام 2008 وقبل كان عندنا روبوت اسمه NXT وبعدين اتطور صار EV3 وبعدين اتطور والطور وصار لمسميات يعني عجيبة وغريبة خاصة أنا الحين في إمارة السكيلز أو مهارات الإمارات هالمسابقة العالمية أنا بالعادة أشوف نفس الأسماء اللي تعودت أشوفها كل سنة لكن هالسنين يعني اتغيرت مسمياتها وخاصة أنا لما دخلت الجامعة شفت اللي هو الامدد سيستم هذا أردوينو بنفس بنفسه يستوي روبوت بنفسه يستوي سيارة بنفسه يستوي هليكابتر وغير أنا المانوبوليتر أو الارم الروبوت اللي هو الروبوتات اللي تكون في المصانع كتحريكه دوات وغيره وغيره اللي هو الفيستو روبوتينيو هالروبوتات الصغيرة اللي مثلا تكون حق أشياء بسيطة عملية مثلا تنظيف أرضية البيت وملاحقة الأشياء وغيره فمجال الروبوتات اللي أنا كنت فيه والفريق اللي كانوا وياي دائما يتغير ودايما كل تخصص غير على الثاني فهذا الشيء وايد جميل وهالشيء يعني دخلت فيه مسابقات مثلا بطولة الدبليو آر او لما كتفة الثانوية يعني سبحان الله صارت عندي مشكلة وما قدرت أن يفوز لكن حصنا نقاط يعني كبيرة بالمقارنة يعني بيني وبين التطورات اللي عشت وغير مثلا المشاريع الخاصة اللي تكون على سياق مثلا مش مسابقة على سياق إنه أبهار مثلا أنا مشروعي من التخرج كان على الرادار ذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي ما كان يحتاج إني أنا أعلق رادار مثلا في الشارع أنا من تليفوني يستوي من لابتوبي يستوي من أي جهاز أنا عندي ممكن أحول رادار وكذلك يعني أن الرابوت عشان تصناعينا لازم يكون عندك ذكاء الاصطناعي لازم أنت تضيفين عليه أرغرثم تضيفين عليه عمليات حزابية وخروزميات عشان يوصل نعم لكل هذا الذكاء الاصطناعي وفي التعلم العميق الخاص في مجال التكولوجيا والابتكار اليوم أصبح هناك قطاع جديد في دولة الإمارات قطاع الاستثمار في مجال التكولوجيا ومجال الصناع الخاصة بالذكاء الاصطناعي فكرت تدخل في هذا المجال أنا أذكر خارج داخل في هذا المجال وعنده مشروع خاص هو أكيد هذا الشيء لازم ننتخذ فيه الخطوة لأننا نبغي نبنيه من البلاد ومحل يبنيه من البلاد غير عيالها فمثلا أكثرية الأشياء اللي عندنا تكون صناعات مثلا نميذ في دولة معينة أو شيء من دول معينة اليوم حتى السيارات اللي عندنا التريفونات الأدوات الذكية تكون مبنية يعني في البلاد احنا عندنا وخاصة لحنا لما صرنا مثلا التدريبات أو صرت مثلا مصابقات معينة وإفنتات خاصة لو كانت عسكرية وغيرها دائما نحن نشوف أن هاي الأشياء صنعت في البلاد هاي يجفخر فخر وأنا لما خطت مثلا مساخ في الجامعة كان برعاية الأستاذ وفاء السويدي ما قصرات الله يحفظها علمتنا هي الأمرأة أن ننفك سيارة من الصفر ونركبها مرة ثانية وكان لها يعني احنا يعني تواصلنا معها وتكلمنا معها أن احنا بنوصل له المجال أن احنا نبني سيارة بنفسنا وصناعة الإمارات وقياساتنا احنا طبعا الكورس كان يتكلم عن داخلية السيارة وخرجية السيارة والمحركة فأكيد أكيد أكيد إن شاء الله راح يكون لي نصيب من هذا الموضوع ونشارك فيه بإذن الله يعني كل هذه الأفكار كل هذه الابتكارات في مجال التقنية مهمة جدا لأن الحقيقة دائما الدول التي الآن بدأت في مجال التخطيط لكل هذه الصناعات وكل هذه التقنية هي تعتبر الآن دول متأخرة ورجعية لكن جميل بأن نرى كل هذه الطاقات نرى كل هذه الترتيبات الخاصة بدولة المارة والمتحدة ونرى كل الشباب مدفعين نحو هذا التقدم كلام الصحيح خاصة لأن في بعض الأمور لما نحن سير نشوفها في مثلا في المسابقة ومسابقات من الإيفنتات رحته كانوا مسوين فكرة أن رادار يصيد مثلا الناس اللي لابسين أحزام وغيره لما نحن رحنا للفئة مثلا المستضيفة وهي كانت دولة من الدول قلنا لهم أن هذا الشيء مطبق من عندنا من 2016 فهم انصدموا اللي بقارات وصلت لهذا الشيء وحنا باليالة وصلناه قبل كم يوم وغيره أنا قلت لهم بعد أن احنا مشروعنا مشروعنا تخرج مالنا عن هذا الشيء فاحنا دائما متقدمين الحمد لله فالفرصة اللي احنا أو الرسالة اللي بوصل للشباب هل انتم قادرين تمسكون هذا التطول وتواكبون هذه التغيرات السريعة تحدي كبير صراحة كذلك في الشارقة الحقيقة يعني هناك مجمع متخصص بالبحوث والابتكار والتركيولوجيا وهذا المجمع الآن من خلال هذه المنصة هي دعوة للشباب بأن يعني يشاركون في الوراش لأن بالفعل راح تزيد من ثقافتهم و أسلوبهم التقني أكيد والله صراحة معلومة قيمة وأتمنى من الجميع أن يشارك فيها ويباشر في الأداء أتمنى لك التوفيق عبدالله كل الشكر لك وإن شاء الله يعني تكون لنا لقاءات أخرى بإذن الله شكرا لك الله يعفوك يا رب مواجه إذن من هذا اللقاء مع شاب عبدالله الشالو بلك وقد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة برنامجكم اليوم حديث المساء نلتقيكم إن شاء الله بالغد بحلقة جديدة متجددة برفقة ضيوف ميزين إلا ذلك نحن تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر